ان الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث انه اذا سأل عبد ربه مسألة يقول الحق سبحانه وتعالى يا جبريل اعطيه مسألته فاني لا احب ان اسمع صده اصد حقه عنه قلتاني يقول له لا سيبه ما تدينيش دي خليه كده اياه خليه يناغم ويايا فانا احب دعاء فانا احب دعاء لان الانسان مرتبط بمسائل وبيحبه يوم مدى ما جاتش يقوله يا رب يا رب دي بقى يطرب من هالحق يطرب من هالحق يقول ايه من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا برضو لما يقضلوا الحاجة بتاعته يمكن يسكت لكن لما الحاجة بتاعته حيتنقول ايه يا رب اعطيه يا رب اعطيه يا رب اعطيه يا جبريل ما تدينيش دلوقت دي خليه كده يعد خليه يعد يناغم في الكون يا رب دي خليه يناغم في الكون يا رب يا رب يوم الانسان المؤمن بقى ما اجعلش حظه من الدعاء ان يجاب انما حظه من الدعاء ما قاله الحق قل ما يعبأ بكم ايه ربي لولا دعاؤكم اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه فليستجيبولي واذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تخترقه عليه كل حاجة تبقى حلوة كل حاجة ايه ودي السبب في ان يقول من شغله ايه ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطل ايه